السلام عليكم شركة اوبو اعلنت عن الموبايل الجديد من فهل متوسطة والموبايل دوت جاي مع مصفات مقبولة هي مش افضل حكا في الفئة السعرية بتاعته واقصد هنا طبعا المعالج والموبايل دوت هو موبايل اوبو ايه 73 بس قبل ما نبدأ تفاصيل الموبايل اوعا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هاردنا عليك ومن غير ما طول عليكم تعالوا ندفع وضع الحلقة اول حاجة نبدأ بيها كالعادة هي هيكل وخامات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بتول 160 ملي متر وعرض 73 ملي متر وصمك 7.5 ملي متر وبوزنة في حدود 163 جرام ولسه ما فيش اي معلومات عن هيكل وخامات تصنيع الموبايل بس اظن يعني هتكون مصنوع من البلاستيك مع وجود اربع كاميرات خلفية وفلاش في ظهر الموبايل وبيدعم تركيب شرحتنا اتصال من نوع نانو مع دعم شبكة الجيل الثاني والثالث والربع وبيدعم كمال منفذ السماعات التقليد دي 3.5 اما بقى بالنسبة لصوت الموبايل فالموبايل هنا بيجيب صوت عادي وحادي مش استيريو اما بقى بالنسبة للشاشة فالشاشة التيجي من نوع اموليد بمساحة 46 من 10 بوصة بدقة 1080 في 2400 بيكسل بابعاد 20 إلى 9 بكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة والشاشة ديت بتيجي على طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس ري وبتيجي بقوة اضاءة 500 نتس يعني هتديك اضاءة قويسة تحت الشمس والبص ما هتديك تحت الشاشة وبنسبة لمواصفات الشاشة ديت ففيها بعض المميزات والعيوب ونبدأ بأول حاجة بالمميزات اللي فيها اول ميزة فيها انها بتيجي من نوع اموليد تاني ميزة دقة الشاشة عالية تالت ميزة كثافة بيكسلات برضو عالية وربع ميزة كوة اضاءة الشاشة اما بقى بالنسبة للعيوب اول عيب فيها انها مش بتدعم تكنية الـ HDR تاني عيب انها مش بتيجي بمعدل تحديث عالي زي مثلا التسعين هرتز اما بقى بالنسبة للرام الزكرة فالموبايل هيجي بنسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 6 جيجا رام وبدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية تصل الـ 256 جيجا اما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والاداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل مع واجهة مع معالج سناب دراجون 662 بدقة تصنيع 11 نانوميتر مع 8 انوية بتردد يصل لـ 12 جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو 610 وبنسبة لهذا المعالج دوت هو كويس بس مش افضل حاجة في الفئة السعرية بتاعت الموبايل واحب اقول لكم ان السبب هو الشاشة علشان الشاشة بتيجي من نوع اموليد فرفع سعر الموبايل شوية اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا الترويت بتصور بزاوية 119 درجة والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 واحدة منهم مقر وواحدة سنسور وبيجي ماون فلاش الـ ED وبيدعمه تكنية البانوراما والـ HDR ويقدر يصور فيديو بدقة فول HD بسرعية 30 نتر في السنية اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فالكاميرا الامامية هي انها تيجي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 وبتدعم تكنية الـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة فول HD بسرعية 30 نتر في السنية وبنسبة لدى الكاميرا الدية فمتوقع يعني بتديك اداء كويس جدا والكلام دوت مبني على السببين السبب الاول ان ميجا بيكسل تحت العدسات قليلة السبب التاني فتحة العدسات ديقة فتضطر تحتك كمية دق كبيرة معنى كده التصوير في اماكن من خفطة الاضاءة مش هتكون كويسها يعني اما بقى بالنسبة للتكنيات التانية فالموبايل هنا بيدعم تكنيات الوفاية داريكت وبلوتوز مصدر 5.1 زاد ان هو بيدعم الـ GPS وكمان بيدعم الراديو وبنسبة للبطارية فالبطارية هنا تيجي بسعة 4015 ميلي امبير من نوع لسيوم غير قبلة للازالة وبتدعم الشاحن السريع بكوة 30 واط مع شاحن من نوع طيب سي والشركة بتقول ان هو يقدر رشح من 0% في 30 ديابس ومن 0% في 53 ديابس وبنسبة الالوان الموبايل فالموبايل هيجيب لونين اللون الازرق والفضي واخيرا سعر الموبايل الموبايل نازل بالسعر 245 دولار يعني حوالي 3900 جنيه مصري و920 ريال سعودي و270 درهم مغربي و675 دينار طنوسي و31 ألف دينار جزائري و290 ألف دينار عراقي كده انا خلصت كل حاجة عن الموبايل وانا شايف ان اهم حاجة في الموبايل هي المعالج والمعالج هنا يعتبر مش افضل حاجة في فئة السعرية عندك مثلا شاوم ريدمي نوت 9 برو او شاوم بوكو اكسس ري او حتى ريلمي سيكس او انفينيكس زيرو ايت وده مجارة وقت نظري وعايز كمان تشوف رأيك في التعليقات عنه بس اوعى تنسى تشترك في القناة وادفع زر الجرس ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك والسلام عليكم